وللمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا هاتفينا الأستاذة هند الضاوي الكاتبة الصحفية أستاذة هند في البداية كل سنة وحضرتك طيبة ودعينا في البداية نبدأ من احتفال وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ليوم المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية كيف تابعت حتى الآن الاحتفالية تحياتي لك أستاذ يوسف لكل المشاهدين طبعا رئيس عبدالفتاح السيسي كان يهتم اهتمام شديد بإعطاء المرأة المصرية دورة حقيقة في المجتمع سواء كان من خلال التواجد في المؤسسات الحكومية والوطنية وأيضا توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بتور المرأة الفاعل في الدولة المصرية كان هناك تمثيل كبير لها في البرلمان كان الفرلمان المصري أو حتى مجلس الشيوخ الصانع للقوانين والتشريع في مصر دعم سيدات المجتمع المصري في كافة أنحاء الدولة من أجل إقامة مشروعات يعني استغلالا لطاقتهم في تطوير الأسرة المصرية سن القوانين التي تحمي الأسرة المصرية من كافة أشكال الاعتداء سواء كان العنف أو غيره التعامل معها كأنها كيان مستقل يعني لا تقل عن الرجل في أي شيء ويمكنها القيام بأي دور في المجتمع شاهدنا في عهد الرئيس السيسي المرأة المصرية على منصة القضاء هذا الأمر كبير جدا وله ثقل الدفلي والخارجي وبالتالي هناك تطور في كافة المستويات من أجل تعزيز دور المرأة المصرية طبعا مصر تحديدا على مستوى العالم المرأة لعبت دور عبر التاريخ هي أول امرأة حكمت في التاريخ أول امرأة قادت الجيوش ولكن لفترة للأسف ليست قصيرة تراجع دور المرأة المصرية حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدم كل ما يمكن تقديمه من أجل استعادة هذه المكانة التي تضيق بالمرأة المصرية عبر مراحل التاريخ المتغيرة والمختلفة نعم أستاذ هند كيف رصدت مشهد تجليس القاضيات لأول مرة في التاريخ على منصة مجلس الدولة مطلع الشهر الجاري وماذا تعكس هذه الخطوة يعني المشهد نفسه كان فخر الصراحة كان هناك اعتزاز كثير جدا أن أي امرأة في العالم ترى المرأة المصرية على منصة القضاء تحكم في كافة القضايا ولديها القدرة عن فصل لأن دائما كانت تأخذ المرأة بالعواطف والمشاعر وأنها كأم دائما تغلب مشاعرها وليس عقلها ولكن في هذه الوقعة تأكدت أن هناك بالفعل الصحة الثقة متكاملة أو كاملة في المرأة المصرية بأنها قادرة دائما على استغلال واستخدام عقلها فيما له الأفضل للمجتمع فكرة أن يكون حتى يعني هذا هو بيت القصيد أن تكون القيادة السياسية مؤمنة بأن المرأة قادرة على القيام بأي مهام وواجبات يقوم بها الرجل المصري أو الرجل العربي بشكل عام وبالتالي أعتقد أن هذا يعطي عنوان مختلف عما تم تسويقه لسنوات عن المرأة العربية وليس فقط المرأة المصرية وأعتقد أنها بداية لمتغيرات كثيرة سنراها في السنوات القريبة القادمة بأن المرأة ربما نجد لها مناصب مختلفة عن ما سبق في ظل هذا الاهتمام وهذا الدعم المقدم وطبعا آخر أشكال التغيير أو التطوير في دور المرأة كان كلسها على منصة القضاء المصري نعم الرئيس سيسي أيضا حارس على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 20-30 ما هي أبرز ملامح هذه الاستراتيجية؟ الاستراتيجية تعتمد اعتماد كامل على إعادة يعني تأهيل المرأة بكافة طبقتها وكافة مستواها التعليم بمعنى أن الاستراتيجية ما بتعتمدش على طبقة معينة أو فئة معينة من السيدات المصريين نعم هي بتوفر قطة كاملة لكل مستوى سواء كان سن أو عمر أو مستوى ثقافي أو فكري مختلف لأن في النهاية المجتمع فأي دولة من دول العالم يتشكل من ثقافات ومستويات تعليمية مختلفة الهدف الأساسي من هذه الخطة أن يكون هناك يعني برامج لكل مستوى أو لكل فئة سواء كانت عمرية أو تعليمية أو حتى مهنية يمكن من خلالها الاعتماد عليها في تمكيل المرأة التي يعني تنطوي تحت هذه الفئة وتطوير إمكانياتها ليس فقط أننا نستغل الإمكانيات أو يعني الإمكانيات العالية أو المستفعة ولكن في النهاية شهدنا مثلا في ما تم عرضه أثناء الاحتفال سيدات يعني فضليات مصريات من القرى والأرياف قاموا بعمل مشاريع يعني أخذهم من المجلس القومي للمرأة وكذلك وزارة التضامن وقاموا بيعني إعدادهم من خلال دورات تدريبية لعلك تقصدين ما تبعناه بعد كلمة السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج فكرة الرائدة الريفية ونموذج الحجة مكة المصري لأنها كانت قادرة على إقامة كافة المشروعات من منزلها يعني دائما كان الأمن الغذائي في مصر وكان حتى يعني التطور الاقتصادي كان الدليل أو الرمضية بتاعته هو بيت المرأة المصرية القادرة على يعني الانتهاء وهي في منزلها وحتى المساهمة في زراعة الأرض وتسويق المحاصيل وكل أشكال يعني الاحتياج الذي يمكن أن يحتاجها المنزل المصري كان متواجد في منزل المرأة الريفية كان في فترة من الفترات تراجع هذا التور فكري يعني طبعا كان في تطور على كل المستويات في الانتاج والاعتماد على الحاجات يعني الأشياء السريعة والمنتجات السريعة ولكن أنا أتذكر جيدا أن الرئيس عبد الفتاح تحديدا في عام 2016 كان له كلمة شهيرة في أهمية إعادة تأهيل يعني المرأة الريفية لأنها أساس ويعني من أهم قواعد المجتمع المصري هو إعادة الشكل والرمضية التي اعتادت عليها العين المصرية في سكل المرأة الريفية لأن إنتاجها كان يعكس إنتاج المجتمع يعكس إنتاج التولة وبالتالي أعتقد في زل ارتفاع الأسعار الكبير الذي يشهده العالم حاليا والتطورات الاقتصادية بسبب الفروق وزيدة النزاعات عادت الفكرة التقليدية القديمة وهي إعادة تأهيل القرى والأرياف اعتمادا على المرأة باستخدام التكنولوجيا الحديثة هذا ما تفعله حاليا الدولة المصرية من خلال تدريب أو توصير دورات تدريبية وندوات موسعة من أجل إطلاع هذه المرأة على وسائل كثيرة يمكن أن تستغلها في إعادة الإنتاج الريفي من جديد إذا عدنا إلى حقيبة الامتيازات التي تتمتع بها المرأة خلال السنوات الأخيرة وبناء على توجيهات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي هناك منهضة العنف ضد المرأة هناك قوانين التأمينات والمعاشات وكذلك أيضا برامج التوعية والتدريب التي أشرت إليها الأستاذ هند لإقامة المشروعات الصغيرة هذه الحقيبة في رأيك كيف يمكن البناء عليها في تعظيم دور المرأة المصرية في بناء المجتمع على كافة الأصائد يعني فكرة دعم المرأة من خلال حتى سن القوانين من خلال توفير معاشات تعينها على الحياة كل هذه منظومة متكملة ولكن في النهاية أنت تعطي الدعم بما يليق مع الاحتياج بمعنى أن فكرة المعاشات عموما هي جيدة للأسر أو السيدات الغير قادرات على العمل لديهم ظرف صحي لديهم مثلا عمر معين لا يستطيعون كبار استنم لا يستطيعون أو لا يستطيعون العمل ولكن الفكرة الأساسية التي يمكن أن تنبني المجتمع وتساعد سيدات الأرياف والقرى هي فكرة مشروع المستثمر الصغير التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال توفير رؤوس أموال صغيرة لمشاريع تقوم بها هذه السيدات في المنزل أو بالقرب من المنزل لكل القرية مشروع زي مشروعات الغزل والنسيق وما شبهها مشروعات الانتاج يعني اللي هي زي عسل النحل ومنتجات الألبان وغيرها هذه المشروعات أنا أعتقد أنها أكثر فاعلية لأن في النهاية فكرة تضامن يعني تكافل وتضامن وغيرها من المعاشات هي يعني ربما تساعد فعلا على توفير الحد الأدنى من الحياة يعني لسيدات في سن معين أو في حالة صحية معينة ولكن في النهاية لابد أن يتوازى ذلك مع انتاج يستطيع أن تقيم أسرة كاملة يستطيع أن يغير يعني شهاد السيدات تتحدث بأنها بعد أن قمت بعمل مشروع تبع يعني الوزارات المعنية استطاعت أن تلبي احتياجات أبنائها من مثلا الدراسة والتعليم والسفر والخروج وهكذا أمور هذا هو العنصر الفاعل أن يكون هناك انتاج الانتاج هو الذي يستطيع أن يحقق تغيير في المجتمع وبالتالي المعاش جيد جدا وفكرة المساعد دائما الأكثر احتياجا أمر في غاية الأهمية ولكن لابد أن يتوازى ذلك مع انتاج يعود الدولة ما تنفقه فيه الدعم وفي نفس الوقت يبني مجتمع سديم يوفر الحد الأدنى من الاحتياجات بالإضافة طبعا لمشاريع عملاقة زي مشروع حياة كريمة هو يعيد تأهيل وترتيب الكرة المصرية والمدن الموجودة في الصعيد والمحمين جديد حتى يكون هناك واقع يتناسب مع حجم المتغيرات العالمية التي يعيشها العالم الآن أستاذ هند الضاوي الكاتبة الصحفية شكرا جزيلا لوجودك معنا وتحية مرة أخرى لحضرتك بمناسبة يوم المرأة المصرية